بسم الله اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى عليه افضل صلوات والسلام فيديو اليوم ان شاء الله حول تطور الحالة الوبائية بالمغرب اليوم الخامس خامس غشة الفين وواحد وعشرين الى غاية الساعة الرابعة زوادا نتمنى من الله قبل ما نبدأ في الفيديو دينا الى عجبكم محتوى القناة وكذلك محتوى الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناة بالنسبة للناس اللي يستفدوا من الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارسكوف اتنانة اللي اخدوا الجرعة الاولى اي الجلبة اللولى عدنا 14 مليون وتمانمية وتسعود 1114 اما بالنسبة للناس اللي داروا الجلبة التانية عدنا عشرة المليون وسبعمية وتلاتة وتلاتين الف وربعمية وتنين وتمانين مستفيدة ومستفيدة اتمنى عم الله يكون الشفاء في هذا التلقيح اما بالنسبة الوضع الوباء اليوم الخميس الى غاية الساعة الرابعة زوالا وضع كارثي لا يبشر بالخير يوم عن يوم والحالات تتزايد وكذلك الوفيات بالنسبة للحالات المؤكدة اتناشر الف وتسعود وتلاتين حالة ليش في الجامع ليصل اجمالي الحالات ستمية وخمسة وستين الف وتلتمية وخمسة وعشرين اما بالنسبة للوفيات اتنين وسبعين وفات رقم قياسي الله يرحمهم يجعل متواهم الجنة ويسكنهم فسيح جناته ويجعل مقامهم الفردوس الاعلى اما باللياس الاجمالي الوفيات عشر علاف وسبعة وثمانين وفات اما بالنسبة الناس اللي تشافوا من المرض اي المتعافون عدنا سبع علاف وثلتمية وخمسين حالة ليصل الاجمالي المتعافون خمسمية وتسعين الف وتنين وعربعين اما الحالات النشطة الناس اللي مراد في المستشفيات وكذلك اللي تيتعالجوا في ديورهم عدنا خمسة وستين الف ومية وستة وتسعين حالة نطلبهم الله يا رب يطرف علينا هاد الوباء في اقرب الاجال وتشافي مرضانا وترحم موتانا يا رب اما بالنسبة للتحاليل المنجزة الجديدة عدنا ثمانية وربعين الف وميتين وثلاثة تحليلة لدارت خلال 24 ساعة الاخيرة ليصل الاجمالي التحاليل سبعة المليون ومية وستة وستين الف وستمية وخمسة وتسعين تحليلة اما بالنسبة للحالات الخطرة عدنا العدد الاجمالي الف ووربعمية وثنين وسبعين حالة ليشة في الجامعة الحالات الجديدة خلال 24 ساعة الاخيرة أربعمية وثلاثة وعشرين حالة جديدة أما إجمالي الحالات تحت التنفس الاستيناعي عدنا ثمانية وخمسة وثلاثين حالة واحد وخمسين منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي وثمانية وربعا وربعين حالة تحت التنفس الاصطناعي الغير الاختراقي اما المؤشرات عندنا مؤشر الاصابة التراكمي لكل مئة الف نسمة الف وثمانمية وخمسة وعشرين فاصلة واحد مؤشر الاصابة في ربعة وعشرين ساعة لكل مئة الف نسمة تنين وثلاثين فاصلة ثمانية. اما معدل ملء سرة الانعاش المخصصة لكوفيد ساعة تجدنا واحد واربعين فاصلة جوج في المئة يوم عن يوم والنسبة تزاد نسبة الفتك واحدة فاصلة خمسة في المئة اما نسبة التعافي ثمانية وتمانين فاصلة سبعة في المئة كيفما تتلاحظوا ان نسبة التعافي يوم عن يوم تتراجع النسبة ديالها. اتمنى ام الله يا ربي الشفاء للجميع. اما بالنسبة التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة وكذلك الوفيات كما العادة جهة الضار البيضاء ستات تترأس القائمة بكل تلاف وستمائة وثلاث عشر حالة تقريبا تلت الحالات مؤكدة خلال الاربع وعشرين الساعة وخمسة وعشرين وفاة اللي يرحمهم ويجعل متواهم الجنة. الدار البيضاء المدينة واحد وعشرين وفاة اللي يرحمهم ويجعل متواهم الجنة. الفين وستمائة وخمسة وعشرين حالة جديدة. المحمدية ميتين وثمانين حالة جديدة. النواصر مية وثمانية وخمسين حالة جديدة. برشيد عدنا جوش الوفيات اللي يرحمهم ويجعل متواهم الجنة ومية وثلاثة وعشرين حالة جديدة. جديدة مية وسبعة وثلاثين حالة جديدة. سيدي بن نور ثمانية وسبعين حالة جديدة. بن سليمان وفاة واحدة اللي يرحمهم ويجعل متواهم الجنة وثمانية وستين حالة جديدة. بن سليمان وفاة واحدة وثمانية وستين حالة جديدة. ستات وفاة واحدة وخمسة وستين حالة جديدة. مديونة تعدو خمسين حالة جديدة. تأتي جهة سوس ماسا في المرتبة الثانية ب11 وفاة الله يرحمهم يجعل متواهم الجنة و 1700 حالة جديدة أقدير إدو تنان 5 وفايات الله يرحمهم و 750 حالة جديدة إنزقال أيتملول 439 حالة جديدة تارودانت وفاة واحدة و 184 حالة جديدة تيزنيت 4 وفايات و 169 حالة جديدة شتوكا أيتبها وفاة واحدة و 135 حالة جديدة تارودانت و 23 حالة جديدة جهة مراقش آسفية 1413 حالة جديدة و 10 وفايات اللي يرحمهم يجعل متواهم الجنة مراقش المدينة 645 حالة جديدة رحمنا 183 حالة جديدة قلعة صراغنا 133 حالة جديدة شيشاوة 125 حالة جديدة آسفية 105 حالات جدد صويرة 87 حالة جديدة اليوسفية 78 حالة جديدة الحوز 57 حالة جديدة أما بالنسبة للوفايات لدينا 10 الوفايات في جهة مراقش آسفية الله يرحمهم يجعل متواهم الجنة 7 منهم في مراقش المدينة و 3 في قلعة صراغنا الله يرحمهم جميعا ويجعل متواهم الجنة تأتي جهة الريباط سالة القنيطرة سالة الرباط 3 42 حالة جديدة سخيرة تمارا 168 حالة جديدة الخميسات 112 حالة جديدة القناطيرا 91 حالة جديدة سيدي قاسم 33 حالة جديدة سيدي سليمان 33 حالة جديدة وعدنا جوشة الوفايات في جهة الرباط وفاة واحدة في مدينة الرباط وفاة واحدة في مدينة الخميسات لارحمهم ويجعل متوامهم الجنة وجهة طانجة تطوان الحسيمة عندنا فيها 974 حالة جديدة وثلاثة الوفايات طانجة اصيلات 301 حالة جديدة ووفاة واحدة الحسيمة عندنا 139 حالة جديدة المضيق الفنادق عندنا 136 حالة جديدة ووفاة واحدة وزن ميوت جوجة الحالة جديدة شفشاون 57 حالة جديدة ووفاة واحدة العرائش 51 حالة جديدة الفحص انجرة 23 حالة جديدة بالنسبة لجهة بنيملال خنفر عدنا 881 حالة جديدة وثلاث وفايات اللي رحموا من جهة المتوام الجنة بنيملال المدينة 304 حالة جديدة ووفاة واحدة الفقه بن صالح 170 حالة جديدة ووفاة واحدة كذلك الظلال 158 حالة جديدة خريبقة 150 حالة جديدة ووفاة واحدة خنفرة 90 حالة جديدة اما بالنسبة لجهة الضرعة في ليلة اربع وفيات وسبعمائة وسبعة حالة جديدة وارززات المدينة 367 حالة جديدة ميدلت عدنا 115 حالة جديدة ووفاة واحدة اللي ارحمها ويجعل متواها الجنة 2 غير ووفاة واحدة اللي ارحمها ويجعل متواها الجنة وتقديقي حالة واحدة 12 حالة جديدة زاكورا 72 حالة جديدة الراشدية 41 حالة جديدة وجوج الوفايات اللي ارحمهم وجعل متواهم الجنة جهة الشرق عندنا ثلاث وفايات اللي رحمه مجال متواهم الجنة وخمسمية وثمانية وخمسين حالة جديدة وجدا انقاد جوشة الوفايات ومية وثمانية وسبعين حالة جديدة الناظر مية وبعا وستين حالة جديدة بركان ستة وثمانين حالة جديدة دريوش سبعين حالة جديدة ووفاة واحدة اللي رحمه مجال متواهم الجنة تورير ثلاثة وثلاثين حالة جديدة في قيق خمستاشر حالة جديدة جلدا عشر حالة جدد قرسيف جوشة الحالات جدد جهة قلميم وادنون عندنا خمس وفايات وربعمية وواحد وعشرين حالة جديدة قلميم المدينة أربع وفايات وميتين وخمستاشر حالة جديدة سيدي افني وفاة واحدة ومية وستين حالة جديدة طانطان اربعة وربعين حالة جديدة السزق جوشت الحالات جدد اما بالنسبة الجهة فاس مكناس عدنا اربع وفايات وثلتمية وسبعة وثلاثين حالة جديدة فاس المدينة جوشت الوفايات اللي رحمهم ويجعل متوهم الجنة وسبعة وثسعين حالة جديدة مكناس تعد وثمانين حالة جديدة تونات وفاة واحدة الله رحمه وجه المتواها الجنة و37 حالة جديدة تازة كذلك وفاة واحدة الله رحمه وجه المتواها الجنة و36 حالة جديدة صفره 27 حالة جديدة الحاجب 22 حالة جديدة بولمان 15 حالة جديدة ملاعقوب 8 حالات جدد أما بالنسبة الجهة العيون الساقية الحمراء عندنا فيها جوشة الوفيات 22 حالة جديدة العيون لمدينة جوش الوفيات اللي رحمهم يجعل بتواهم الجنة و 72 حالة جديدة بوج دور 32 حالة جديدة طرفية 18 حالة جديدة في الاخير عندنا جهة الداخلة واد الدهب الحمد لله لو بتسجل فيها اية وفاة و 85 حالة جديدة واد الدهب 83 وأوسر جوش الحالات جدود انتمنى ومالله يا ربي ترحم جميع موتانا وتشفي جميع موتانا وياربي ترفع لنا هذا الوضع في اقرب الاجب